سلام عليكم يا شباب. هنلخص مع بعضها بسرعة البنميل فيها ايه اللي حصل. عملا هو استخدامها في الصناعة عملا هو استخدامها في الصناعة. اللي هي فكرتها ان هي بتعمل ساس اليداكشن. يعني ساس اليداكشن يعني هتقلل لي طبعا زمان حنا قابلين يعني هتقلل لي حجم المادة وحجمها لما يقلل هتزود لي السيرف اس اريا. وانا علي المادة نفسها بتويتها هتزيد. وده هيقلل لي هيزود لي الريت في راكشن وهيقلل لي بعد كده الفوليوم بتاع الرياكتو اللي انا بتكلم بعد كده ما لدي ممكن تخش في تفاعل وكده يعني. طيب ايه هي الحاجات اللي عمتها اللي بيستخدامها في الصناعة. في عنها الكراشرز والجرايندرز والفاينر بورتكيلز. البول ميل عمتا بتتقسم فيها ايه فيها الموتور وفيها الجير بوكس وفيها الرينج جير. وفيها البول ميل درام اللي هي بتاع اللي بتلف دي. طيب فيها عمتا ملاحظة كده قال عليها الدكتور في رسول الشرح يعني. كان بيقول ان بتكون من ستين لثمانين ارب ام في معظم البول ميل زي يعني. والجير رينج فيها حاجتين. ممكن يكون الرينج جير زي ما قلنا في الجير بوكس نفس. يعني الرينج جير ده بيكون حوالين البول ميل نفسها. واسمه ترسي جير يعني مثلا لو انا عند البول ميل كده فهو بيكون مثلا في اولها فيه عندي هنا رينجير ماشي تمام ده بيخليها تلف حوالين يعني بالمطور طبعا عن طريق جيربوكس بيخليها تلف حوالين نفسها طيب لو انا بقى في طريقة تانية اللي هو معندش خالص رينجير بوفر طامنوا لان طامنوا بيكون غالي فبيوصله عن طريق شفط الشفط ده بيكون بيخش من في النص كده المطور بيكون هنا بره بره خالص ماشي انه مسلا براية كون المطور في الحتة دي ماشي هنا يكون متوصل لانه بشفت الشفت ده بيخش يلف يلف الدرام كلها وبنان عليه بيطحن جوان مد طيب ده بالنسبة للنوتس اللي قالها الدكتور في الحتة دي طيب وكمان مكان الانت بتاع الشفت بيكون مع الفيت انت بتاع الروماتيريال اللي بطحنها يعني في ملحوظة كمان قال عليها اكتر من مرة ان الروماتيريال بتاعتي عمتا لو هي حجمها كبير مش بخزنها في صيلو كان قالها في كذا جهاز يعني ولكن عن طريق هوبر مباشرة بدخلها على طول بيغز بيغز على طول الدرام بتاعتي او البون ميل بتاعتي وكمان الفالفل بيتنزل منها المادة دي ما بيكونش روتاري فالفل قال عليه ان هو مش افشنت يعني بيعمل حاجة اسمها دبل فلاب طيب ما قالش بقى نوع الفالفل بصراحة اللي بيستخدمه ايه في حالة ان الروماتيريال حجمها كبير وكده طيب ايه كمان ان الهواء بنسحوه من الميل اللي بقى انا بشغله ما بيكونش عن طريق كمبريسور ولا باكيوم بامب ولا حتى نيوماتي هو قال وبركز عليها اوي كده قال فانة فانة دي يعني ايه يعني فان يعني مروحة المروحة بيتشتغل بسرعة عالية وهي بتشفط بقى بتشفط الاوتلت بتاعي ليه بيستخدم الفانة لان الكباس بتاعتي في حالة البولميل بتكون لو هي كنتينو وسائل بتكون عالية اوي وبنان عليه مش هقدر استخدم للفاكيوم ولا الكمبريسور هياخدوا منه طاقة كبيرة اوي طيب الموز اللي بشتغل بها في اسمه ايدي في عندي حاجتين في عندي الفيتو تشارج بروسس ده بيحدد عليها ازا كان باتش ولا كنتينووس الباتش بيكون الشغل فيها قليل ولو بشتغل يعني على بايل وتسكيل ولا حاجة حاجة قليلة خالص والكنتينووس بيكون من تسعين لخمسة وتسعين من الشغل بتاع في الصناعة اصلا بيكون كباس دي الكباسة تاته عالية يعني وبيكون كنتينووس طيب بعد كده هنشوف مع بعض الموستر كنتينت نفسه الموستر كنتينت ممكن يكون ويت او دراي ويت في حالة السيراميك اندستري ودراي في حالة سيمينت اندستري طيب المول مين طيبس في عندنا كزا نوع بس النوع التلاتة المهمين يعني اللي هو الديامتر قد اللينث ودي بيجي لغالي بتكون باتش بروسس والكمبارتمت ميل دي بتكون عبارة عن ميل كده الميل دي اسمه في النص عن طريق حاجة اسمها حاجة اسمها دايفراج دايفراجم دا هو مفروض احنا كنا بلنا عليها بس هو قال دي غلط لان بيفرق عن بتاعه بيكون بتاع العرض لا لا اصد بتاع المادة نفسها اللي هي لو انا عندي كده اللي هي عملة عملة السمة كده انا هتعديل بالنص هنا بتاع المادة نفسها بتاعت الحاجة اللي انا بعدي من خلالها بيكون كبير او كل الكلام دا مكتوب هنا مراحب معلحوظة هنا طيب في حاجة كمان اللينث اللي دي بيكون فيها اللينث اكبر من الديامتر يعني الديامتر قدي لكن الديامتر والتيوب ميل بتكون طيب في حاجة كمان بالنسبة للدزاين الجزء بتاع الدزاين اول حاجة بنتكلم عنها هي السرعة اللي هتلفل بها الميل دي فانا عندي دي بيكون عندها عند النقطة عندها دي فعايزة حققها بقى ازاي دي بسوي الاتنينة بعض وبشوف السرعة دي بالنسبة لي محتاجة قدي بشتغل عند كان بشتغل عند خمس سبعين في المية او خمس سبعين في المية يعني خمس سبعين في المية من كمة السرعة القصوى دي او السرعة الحارقة دي طيب اه لكن في بعض الحالات بقى دي برضو من اللحواز قال عليها الدكتور قال ايه قال ان في بعض الاحيان مش بشتغل عند حتى خمس سبعين في المية بشتغل عند خمس سبعين مثلا بس ده بعمله ازاي وكمان بيقادل معايا في الباور طب ده بعمله ازاي قال ان انا بعمل من جوه ده هدفه ان هو يكون حاجة كده يعني يعني زي بيت البيت ده بيتباد فيه البول يعني ثانية كده ده مسلا بيكون قدي مسلا البتاع هي فالهدف بتاعه ان هو وهي بتلف بيكون عندي هنا في بيتا كده تبييتة كده الحتة دي بقى بيتاخد معها الكور وهي بتلف كده يعني بتخلي بترفعها معها فوق ماشي بتعمل للكورة او الكور يعني وبتخليها دي تلع فوق وتنزل تاني على المادة هنا عشان تطحنها فده بيقادل معايا اكتر في الطاقة خلاص طيب بالنسبة بقى التاني حاجة بتاثر معايا في الديزاين يعني او محتاجة في الديزاين هي الماس والبولز والكباس في الشارج دول بيحتاجهم في ايه ان طبعا كل وزن جوه الدرام دي او جوه جوه الميل بتاعتي بيفرق معايا في الباور كونسامشن بتاعي طيب انا عندي دلوقتي فيه عندي حاجتين كمية الفيد ودي بتبقى معطى في الديزاين او انا لو انا بشتغل عن صناعة معينة بيبقى معروفة عندي انا الكباس دي فبقى معايا عن ما تنقيمتها طيب لو انا بتكلم على كتلة البولز بتاثر معايا هي والفيد يعني دي كتلة البولز بتاثر معايا في الفيد والبول لها قوانين طبعا بنحسب بيها بس هو في الغالب احنا قلنا مفيش او اللي يعني دكتور انا مفيش مسائل اللي علاقة بال بالريبورتس بكده ففي الغالب هيكون نظري بس طيب ده بالنسبة لي الجزء بتاع الماسوف تشارج و السوري الماسوف تشارج والماسوف تشارج والماسوف بولز طيب الباور دي انا بحتاج باور اد ايه العامل الاولان بتاثر على الباور عندي اربع عوامل اساسيين يعني اول حاجة عنو المادة اللي هطحنها لان كل مادة بتكون اصعب في الطحن او مادة اه ناشفة يعني كده بياخد معاي باور ازياد يعني بوقت اطول انا المادة دي هتقلجوا قد ايه وهدخله كله شوي اكل قد ايه حالا دي اللي هيا اله وهطحن ده بيفرق معي طبعا joka طيب. بعد كده اه بقى دي. عندي في حاجتين برضو بيأثر عليها. هي السرعة الدوران. السرعة يعني السرعة بيتلف بيها بتاعتي. كلما بزود السرعة كلما بيزيد. لكن بعد ما بعد وبعد بعد اللي بيحصل. بلاقي ان اصلا بتاعمل كده. فهو الاول بتزيد عادية لكن بعد كده بعد في الحتة دي بلاقي ان هو بيقل تاني. طب ليه ده بيحصل لان احنا فكرت اللي احنا من شوية لو وسنا هنا. دي كانت اللي عندنا في البرم Long. يأما بيتلف بسرعة اقل بكتير من in critical. يأما بسرعة بتساوي in critical. يأما Elane نفسها اللي بتلف بيها او السرعة بتلف بيها. في الل Rohrenge اللي احنا قلنا عليه ده. طيب انا بقى في الحالة اللي هو اه في الحالة اللي انا اللي ما باتي كلم عليها لما تكون ال in critical او ازيد منها. في الحال عندي هلاقي ان الكور كلها بتلف ماشي وطاره طريبا في الهوا. طاره في الهواء يعني مش مؤسرة معايا في الوزن اوي بتاع الدرام او خفت عني في الدرام بتاعتي. فده ببناء عليها هيقلل لي في الباور كونسومشن لان طبعا الباور اه بيعتمد اوي بالنسبة كبيرة على على الماس نفسها بتاعت الدرام وهي بتلف. طيب اه تاني حاجة بتأثر معايا هي الفيل انجريشيو. الفيل انجريشيو زيها بالزبط زي زي نفس الكنسبت بتاع سرعة الدوران. لان الفيل انجريشيو برضو اوبتمام يعني مع سرعة الدوران اوبتمام. فحالة الباور ده استخدم باور اقل. في الحالة دي انا بعمل الابتوميزيشن علشان اوصل للباور ده. اللي هو بيشتغل عند افضل سرعة او افضل بس ما يكونش الباور بتاعي كبير. ده بالنسبة الجزء بتاعي الباور. ده كل النظر في الباور يعني. اه المتيريول في كونسطركشن بقى انا بصنع المادة بتاعتي او بصنع المادة بتاعتي ببناء علي ايه او من المواد ايه? ده بعمل طبطين للدرام اولا من جوع بمواد مختلف على حسن مادة اللي هطحانها. يعني على كل ما تكون المادة عندي مسلا سوفت باستخدم. اه والبولز بتاعتي اللي هي الكوار بتاعتي البولز بتاعتي اللي هي الكوار بتكون اه اه او اه بورسلين خلاص? طب في اللي هو الحاجة اللي في النص ونص ونص دي باستخدم البولز بتاعتي بتاعتي بتكون من اه في معلومة قال عليها برضو قالي ان احنا في حالة مسلا ان انا بعمل اه حاجات او حاجات طرية مسلا زي الكلي او حاجات زي الطحن اللي هو الاسمان طرابية تقريبا حاجة زي كده. دي كان بيقول عليها ان انا مقدرش استخدم لها ولا استخدم لها في الكوار. لان ده هيطبع عليها او هيخلي لونها يتغير. فبستخدم لها اللي هو او الالومينا بورسلين. وكمان الحاجة مثلا في عندنا دي البطانة بتكون من جوة بتبقى بارها عن كده بتتلحم في زي كده مربعات تتلحم من جوة في الميل من جوة. دي بتكون متكونة يعني النوع بتاعها او المادة بتاعتها بتكون عبارة عن اه اللهم اذكرني يا رب اه اه بتكون عبارة عن خليط من السيليكا. خليط من السيليكا طبعا دي طبعا طليل التصليم معيانة فبيطلع علي ان هو نشف او بيقدر يستحمل معي الحاجات التقيلة يعني. الحاجات اللي هي نشفة. طيب الشركات اللي قال عليها الكي اتش دي والشميت. ويه بوليسيوس مش فاكل مش فاكل بصعب تتكذب كبه لا بس هي بوليسيوس يعني. طيب اه وفي معلومة برضه قالها قال ان اه المهندس منصور الحلواني صنع واحدة اه صنع واحدة بول ميل يعني شغالة في السودان اه مش عارف شركة قراسكو تقريبا فيش ميم دي. ناشا. شركة قراسكو. دي دي المعلومة اللي قالها عن طريق ان احنا صنعنا عن في مصر اه بول ميل جامدة جدا وشاقية. طيب المصانع المصانع اللي عندي فيما عندي وصانع اسمانت وصانع سراميك. المصانع الاسمانت في عندي حاجات كتيرة باتات وعشرين شركة سويس والاسمانت والعربية ومش عارف ايه حاجات كده كتيرة. وبني سويف والكلام ده كله. وكمان السراميك في عندنا شركتين كيلو باطرة. في شركات كتيرة قوي يعني عماتا. بس يعني دول اللي احنا قلناهم يعني. طيب بالنسبة للسعر. السعر يتحدد على ايه او انا الراجل يعني لو انا مسلا ديزاينر انا هسأل عن ايه او هستفصل عن ايه لو الراجل جاي عايز يعمل عندي. هسأل حاجات معينة. ايه هو ما الحاجات دول? هم تلات حاجات. اول حاجة انت عايز تطحن. بتاعتك بلا عن ايه. يعني انت عايز تدخل في تقدي ايه? وتطلعه في تقدي ايه. خلاص. طيب. والاا وكمان الكباستي بتاعتك ايه? انت هتدخل لي كام طن في الساعة. ونوع المادة لاتتطحن ايه? هل هي مادة مسلا اا كولينة ولا على حسب بقى كل مادة طبعا بيفرق معايا فين في في الدزاين بتاعي. وهو كمان هو بقى هو اللي ايه اللي هيديني الباور يعني هو هو اللي هيحسب الباور وهيحدده. خلاص? طيب. ده بالنسبة للجزء بتاع السعر. في حاجة بس اخيرة كده بعد ما المصنع بيجمع الداتا بيحدد تمنها كم تقريبا? ايه اللي بيحصل? المصنع. سوريا مش المصنع. المصنع. فين المصنع. المصنع بلاقي في الاخر ان ان بعد ما يحدد كل ده وبياخد مني كل ده دي. بيحدد بنان عليها بقى الايه السعر بتاعه. في كمان معلومة اخيرة قالها. قال ان فيه طحونة الاسمنت. اه مثلا من مية وعشرين من مية وعشرين طن بير اور. اه يعني من مصدر اوروبي محترم اه لو لبي. هتكون هتكون من اتنين ونص لثلاثة مليون دولار. ديك هتاخر حاجة قالها وبالتوفيق شباب.